جايبلوكم النهاردة احلى فكرة لشهر العسل خططت شركة أورين سبان انها سنة 2021 تعمل فندق في الفضاء على اساس ان الفندق ده يكون متاح للناس سنة 2022 والفندق ده اللي اطلق عليه اسم محطة أورورا والرحلة هتبقى الاربع نزلاء واثنين بس من طاقم العمل وهتستمر لمدة 12 يوم حوالين كوكب الأرض تكلفة ده قامت الشخص الواحد على حسب مذاكرته واشنطن بوست 9.5 مليون دولار يعني الليلة تقريبا هتقف ب791 ألف دولار يعني بالصالة على النبي كده اللي 12 يوم يعملوا بالمصري 152 مليون جنيه وبالفعل الشركة عملت موقع للحجز وتقدر تدفع 80 ألف دولار مبلغ للتأمين والشركة هتوفر لك نشاطات كتير زي تجربة انعدام الجاذبية وانك تزرع في الفضاء وانك تكلم أهلك عن نت وانت في الفضاء برضو ده غير طبعا ان انت هتدرس لمدة 3 شهور ازاي تتعامل فوق وهتشوف ايه وهتتعامل ازاي انا شايف فكرة حلوة جدا انت قضيت شهر العسل وعملي منشن لخطيبك او جوزك حالا خليه طلعك الفضاء كتير منها كانت شعف المعلومة دي ودلوقتي انتعرفت ترجمة نانسي قنقر